أهلا بكم في حلقة جديدة في الشريقة الفضائية ورحلة إلى عماق النفس البشرية عشان نكتشف قدراتنا اللامحدودة اللي كل ما تكتشفها لن تتخيل قدرات أنا بقل أكتر من 23 سنة بدرس في هذه القدرات اللامحدودة للإنسان وكل ما اكتشف أكتر النافسي دخلت في باب لأنت نفسي مش عارف حاجة خالص القدرات لامحدودة لن تتخيل قدرات الإنسان اللي ادهاننا الله سبحانه وتعالى الغرب من كده نحن مش بس نكتشفها ونحق أهدافنا الأحلاقات دي لما نتكلم في قوة بنسميها الحقيقة أنها القوة الذاتية القوة الذاتية لأن القدرات لمحدودة القوة الذاتية أكدناها محطات توصل من الأول لايت الآخر ومستمرة في الزمن لما توصل في أول محطة في القوة الذاتية لقوة الإدراك والحيانا بحب أراجع تاني باستمرار عشان اللي سمحها وبل كده يسمحها وفعلا نحطها في الفعل ولما سمعهاش يبقى عارف بالضبط إحنا بنقول إيه أول حاجة قوة الإدراك الإدراك في ستة حاجات أساسية عندك الإدراك الروحاني وبعدين الإدراك الصحي والإدراك الشخصي إدراك علاقاتك والإدراك المهني وبعدين أخيراً الإدراك المادي زوجنا علوم حاجتين كمان الإدراك الحسي أي حسيسك يحس ب LipIII مدركة عمل أ fonctionne أي حسيسك فيها دلوقتي وبعدين أخيراً الإدراك الكليستروكياتك وحسألك كمان مرة يا ترى أخبارك يا دلوقتي لما أدركت الجزء الروحاني في حياتك عملت في إيه أثار بدأت تتعرب أكثر من الله سبحانه وتعالى بدأت فعلا تقوم بتصلي الفجر بدأت تعلمت زي فعلا تتسامح أكثر وأسرع بدأت تحسنك فعلا عطاء بتسمع الناس أكثر تبصت لقيه لأن لو عندك الطاقة الروحانية جيدة تبقى جميلة جدا هتبصت لقيه بعد كده تأخذك لحاجات تانية لأن الأول أثبت نفسك في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وفي الطاقة الروحانية هتخش على الجزء الثاني من حياتك ومن دول الحاجات لو ما تستطيع الحاجات الأساسيين اللي بيخلوا الإنسان يبقى متزم في حياته الحاجة الثانية اللي هي الجزء الصحي الجزء الصحي عالف لما تيجي تفكر هتلاقي لازم تبدأ بالروحانية دي القيمة العليا بعدها على طول لازم تتطور على صحتك لأن لو ما تتتمش بالصحة مش هتقدر تكمل أنا فاكر في وقت من وقات كنت في مؤتمر وبعدين في سيدة قلت دكتور بتتكلم على القيم محدش في الدنيا ممكن يغير لي قيمة قلت له طبعا محدش بس خلينا سألك سؤال ايه أهم حاجة في حياتك وعلى فكرة ده سؤال قيمة ما تسأل الإنسان ايه أهم حاجة في حياتك فيه حاجة مؤينة الرد قيمة تلاقي ايه أهم حاجة في حياتك لوقت شأيت لي أولادي قلت له طبعا هسألك سؤال لو صحتك كويسة هتساعدي أولادك أكتر لا قلت لي طبعا ولو انت تعبانا وعيانا وكل يوم في المستشفيات حدقوا أولادك ولا قلت لي مش بس حدقهم ده ممكن يعني أحطامهم تماما قلت له كويس جدا تبقي أهم حاجة في حياتك لوقتي قلت لي صحتي تلاقي من يلالدك الصحة قلت لي الله سبحانه وتعالى يبقى مين أهم حاجة في حياتك لوقتي قلت لي الله سبحانه وتعالى وبعدين قلت للصحة وبعدين قلت للأولاد فتا تعرفي على من خلص خالص الأولاد حبوا نمو تلاتة و تلاتين مش معلق كده أن الأولاد يعني الحاجة سلبية لا القيم مش متراتبها مظبوط لازم تبدأ بالقيمة الروحانية لازم تبدأ بالله سبحانه وتعالى لأنه ده هو الأول والآخر هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعبوده فلما تدي له كل حبك تبص تلاقي الإنسان بعد كده مرتاح ماشي في الدنيا مرتاح نفسيا عارف أن الله سبحانه وتعالى معاه ما ينساش دي فأول حاجة لازم تكون الجزء الروحاني بعدها على تقول لازم يكون الجزء الصحي لأن الجزء الصحي من غير الصحة هتروح فين فتبص لقى الجزء الروحاني وبعدين الجزء الصحي وبعدين الجزء الشخصي الشخصي داخل فيه راحتك النفسية داخل فيه الأجهزات اللي أنت بتاخدها داخل فيه تعليمك ومهاراتك نميت نفسك قد إيه أنك بتيرى كل يوم عشرين دياء أو لا على الأقل أنك بتستمع لأشريطة السمعية في سيارتك وفي أي مكان وانت بتتمشى تتمشى تشم هوا نظيف مثلا على الشاطر وانت عمل تسمع أشريطة يعني بتشم هوا نظيف وبتمشي نفسك وبتتعلم يعني روعة كله في نفس الوقت وحتى لو انت قعد بتفرج على فيلم أو عاي أي حاجة عايز تشوفها في التلفزيون أنا قلت لك اشتري لك عاجلة بالحاجات بسيطة جدا ورخيصة وتعود داخل تلفزيون وانت عمل نفس الشيء بتشغل زهنك وبتشغل جسمك بتستفيد ما داعش وقت على الفاضي فهذه جزء الصحي اللي داخل فيها الأكل داخل فيها كمية الماء اللي بتشربها كل يوم داخل فيها نوعية الأكل اللي بتاكله داخل فيها التحرقات اللي انت بتعملها بجسمك لازم تحرق جسمك وداخل فيها الأفكار الصحية ودي اعتقدك بعد كده لجزء المهني عزي اعتقدك بعد كده من شخصيتك اعتقدك العلاقاتك مع الآخرين يطار علاقاتك مع نفسك ايه مع أولادك ايه مع زوجتك ايه مع زوجك ايه العلاقات هذه مهمة جدا ولما تعرفش اتعلم نمي نفسك باستمرار مليان كتب و شرائط اتعلم اقرأ حط في سيارتك اسمع وبعدين اشتري فيديوهات كلكم تعود وتفرجوا عليها فتبص لي بتتعلم وتنامي نفسك باستمرار بعد كده توصل لحياتك اللي هي المهنية ولازم توصل لمرحلة تكون احسن حاجة في اللي انت بتعمله اجي كل اللي تقدر عليه واكتر كمان شوية لشغلك عشان خاطر الشغل ده بتجيلك فلوس والفلوس دي هتتحسب عليها في يوم الايام لازم تجي اكتر منك بتاخد وخليك مميز ومتميز في اللي انت بتعمله وحتى لو عايز تخرج عايز تروح مكان تاني عايز تمشي بس باستمرار سيب طاقة ايجابية في المكان ده اجي كل اللي تقدر عليه ما لكش دعب غيرك لو حد يقول لك لا ما تشتغلش كتير لان فيه مثلا يقول لك لو اشتغلت كتير تغلط كتير تترفت لو اشتغلت شوية لا تغلطش خالص تترقى طبعا ده كلام عجيب لان لازم تشوف انت بتاخد فلوس يبقى لازم تحط اكتر منها كمان غير كده بتتعود على انت بتعمله هتبقى عادة هتتكرر وانتبقى عادة عشان كده لازم تحط احسن حاجة ممكن تقرد تحطها وبعدين اخيرا لما تعمل كل دول بتستحق ايه بتستحق جزء المادي بتستحق فايدة فتبص تلاقي الفلوس بتنجزب اليك من كل مكان لانك تستحقها المهمة بقى بعد كده انك تعرف ازاي تطلحها صح تطلع لله سبحانه وتعالى تطلع للغلابة تدي تساعد الجوامع عارف تبص تلاقي نفسك التاقة المادية اللي عندك اصبحها جميلة جدا لانك بتعرف ازاي تدي فبترجع لك تاني من نفس النوع ودي جزء الادراك الادراك حوصلك للتفكير لان اي حاجة تدركها هتفكر فيها والتفكير بيأصل على ذهنك بيأصل على احسيسك بيأصل على جسمك والتفكير بيسبب الواقع والتفكير بيسبب امراض والتفكير بيتصاعد وبيسبب بيروح عبر الزمن وغير كده بيسبب لك التركيز ايه المحطة اللي بعدها فالادراك وبعدين التفكير وبعدين التركيز والتركيز بيسبب حكمك بيسبب احسيسك وبيسبب سلوكيتك والتركيز بيخلك تلغي معلومات بيخلك تعمن معلومات ويخلك تتخيل معلومات يعني عندك علاقة زوجية ممتازة والاثنين مركزين على السعادة المخ يرغي كل حاجة فيها تعاسة ويخليهم عايشين في ممتاز السعادة الاثنين وبعدين يدخلوا نفسهم في المستقبل وما عايزين أعرابهم بعض يدوا بتحصل غلطة الاثنين يبدأوا يركزوا على الغلطة دي وبعدين المخ على طول يمحي كل الحاجات اللي هي الإيجابية في رؤية الحاضر لغاية ما يغير تركيزه لكن الركز دي والمخ بيبني عليها زي مورتقى بكده خدوا بالكم أن العقل البشري يبني على آخر تجربة وبعدين يعممها ويكررها فاخد بالك أنت تفكر في إيه وهذا التركيز بيوصلني بعد كده الغاء والتعميم والتخايل في المستقبل التركيز دي هيوصلني لأحاسيس فاخدوا بالكم حصل إيه الإدراك ووصلني للتفكير التفكير ووصلني للتركيز التركيز يخلينا أحس أي حاجة ركز عليها حد أحس بيها والأحاسيس ممكن تسبب الأمراض النفسية والأحاسيس ممكن تسبب الأمراض العضوية فاخد بالك الأحاسيس بتعمل فيك إيه لأن كل الأحاسيس مهما كانت ممكن تبقى حسس روعة أنك حسس بأحسس الحب كله في القلب حسب أحسس الحب حسب أحسس الحنان الروعة عارف أحسيس جميلة أحسيس بالسلام الداخلي بالهدوء الداخلي أنا من الحاجات اللي ممكن لمدع لحد أقوله أدعي لك أن ربنا صحة تعالى يملك بهدوء داخلي يملك بالاتزان الداخلي لأنه تصل للذات العليا ومن هنا الأحاسيس بتاخدك بعدها للروابط بتاخدك لحاجة اسمها القوى المحركة للإنسان أنا أول ما حسيت هحس بحاجة من الاتنين يأما حاجة فيها سلبي يأما حاجة فيها إيجابي وده بتوسني الألم وده بيوصني للسعادة فالعالم كله ماشي بالألم والسعادة يقدر يعرف حاجة ومعلومات غير ما يكون يعرف يربطها بحاجة مفهومة بالنسبة للمخ طالما الرابط بهذه القوة ممكن يستخدمه لمصلحتنا أنه هناك أربع حاجات بالنسبة للرابط الرابط أساسا لازم يكون قوي قوي يعني في الأحاسيس وبعدين لازم التوقيت بتاعه لو توقيت الأحاسيس وبعدين التميز يكون رابط مميز ممكن تمسك أي حاجة وبعدين أخيرا التكرار ممكن تكرارها أكتر من مرة يعني مثلا قلت لك امسك السبعين دول واخد نفس عميق وطلعه شوية شوية واسيب إيدك امسكه ثاني وطلعه شوية شوية لازم يتمسكه حتى نفسك بتتنفس اوتوماتيك لي السبب دي أصبحت رابط بالنسبة للمخ في التنافس فممكن تزود عليها تأكدات إن أنا واثق من نفسي أنا واثق من نفسي والطريقة دي ممكن تخلي الرابط ده يفكرك بالتنافس ويفكرك في نفس الوقت بالثقة في النفس ممكن تعمل رابط للخشوع أول ما تقول الله أكبر الله أكبر إيديك اللي اتنين دول بيبقوا رابط الله أكبر بتاخد نفس عميق بتحط إيديك وبعدين بتبدأ بعد كده بتقول فتبص لأي هذا الرابط بتستخدمه حتى في الخشوع تستخدمه أن تصحى الصبح بادري تستخدمه أنك تنتج تستخدمه أنك تتحكم في نفسك تتحكم في عصابك لما تيجي تتعامل مع أولادك تستخدمه في كده تاخد بالك إن أنت ما تشخوتش ما تنطرش ما تضربش حيخافه منك كلما يخافه منك المخ لازم يبعد عن مصدر الخوف فأخذ بالك باستمرار بتستخدم رابط الزينية لأن هذه الرابط الزينية هتقدك في المحطة اللي بعدها قوة الاعتقاد والاعتقاد هو عبارة عن برمجة رسخة جوه العقل لأشياء معينة اللي هو أوسنة لإدراكك اعتقاد هو إدراكك ورا الإدراك فيه اعتقاد ورا السلوك فيه اعتقاد قبل كده أن أكتر من 90% من كل السلوكياتنا تلقائية عشان كده لازم واحد يبدأ يفكر وينركز هو بيعمله وإلا هتطلع تلقائية زي ما أنت تعود تعرف يا نية تلقائية هل ممكن مرة تكون مثلا غيرت وظيفة وظيفة وبعدين تراح وظيفة تانية بتروح من طريق تاني وبعد تلاقي سيارتك واخدك للمكان الأولاني لأنه بتصرف تلقائية حتى لو تعزل رحت لبيت جديد لأنه نفسك من غير ما تحس لقيت نفسك رحت للبيت القديم لأنه تلقائية فالمخ تعود على دي فحتى في دي مع أنك غزلت بس إيه اللي بتعمله بتركز وبتصمم أنك تروح لبيت جديد وقالت لأي المخ باستمرار يوديك هناك حسب ما تعود فأنت بتعمل حاجة اسمها تحطيم الرابط فلما تمصل لهذا الاعتقاد أن الاعتقاد عبر عن برمجة رسيخة وفيها اعتقاد عن الزيت أول ما تقول أنا وتحط وراها أحاسيس وتكررها أكتر من مرة بالنسبة لك أصبحت اعتقاد لأن أي حاجة تكررها وتقول لأن نفسك بقى أحاسيس اعتقاد ولما تكرر لو كررتها أكتر مرة بقى قيمة ولما تكرر هذه القيمة حتلاقي برمجة رسيخة جو العقل والمخ ما عرفش الفرق بينها ويطلع هالك مع الحواس الخمسة عشان كده اخذ بالك كويس جدا بعد الآن عمرك بتقول أنا فاشل أنا مكتئة بتقول لا حتى لو عندك حاجة بدقائك فيها حاجة بدقائك بس مش أنا فاشل أنا حتى لو مسأل الناس بتشتغل إيه وقولي أنا مدير لا أنت مش مدير أنت بتشتغل مدير لكن أنت معجزات في معجزات في معجزات أنت مش وظيفة أنت معجزات من الله سبحانه وتعالى فلازم تاخد بالك فرق بينك ومن شغلك عشان في يوم الأيام لو حصل أي حاجة في شغلك أنت لازال عندك قدرات لمحدودة حتدور إن شاء الله وتلاقي ش treffen لنا ثانية فلما تقول أنا وتحطوا رأي حاجة دي اعتقاد عن الزيت بعد كده عندك اعتقاد بالأشياء يعني المعنى عندك اعتقاد عن المعنى معنى إيه دي معنى إيه معنى إيه ان أنا تعبان معنى إيه أن أنا بيشتغل معنى إيه ان أنا في البيت معنى إيه اني أنا رازم أخرص معنى إيه ان أنا بتخاني المخ باستمرار يدور على منطق وبعد ذلك عندك اعتقاد عن السبب سبب IR differently الشخص يعني يديني حاجة فعندك قانون السببية إنه سبب حاجة وبعد ذلك عندك اعتقاد عن الماضي وفيه اعتقاد عن المستقبل وإن عشاء خاطر تغيير اعتقاد اكتب إلى إعتقاد السلبي اكتب إلى أعتقاد الإيجابي اكتب إلى خمس فوايد بتكتسبها ويمشي على خط زمنك هتبص تلاقيه التغيير بيبدأ يحصل وبعدين شوفوا المصادر اللي هتستخدمها شوفوا التحديات اللي هتقابلك وتبدأ على طول في اعتقاد شوية شوية هتبدأ لإيه اعتقاد السلبية تبدأ تتغير والاعتقاد هاوصلك بعد كين انك معتقد يوصلك للثقة في نفسك الثقة ما هياش حاجة بتعملها وخلاص ان حد يقولك هتدواسق بنفسه بيتحرك الثقة أبعد من كنا بكتير الثقة انك واثق ان اي حاجة تعملها مهما كانت التحديات برضو هتنجح مهما كانت التحديات برضو هتنجح برضو هتصمت لعجبتني جدا ان في حكمة ياباني يقولك ازاي لو وقعت اربع مرات اقف خمسة لو وقعت خمسة اقف ستة لو وقعت ستة اقف سبعة لغاية امتا لغاية ما تحقق هدفك فتبص تلاقي الشخص سعادت لما يوصل لحكاية الثقة يقولك الثقة عشان انا ما عندي الثقة في نفسي في التحدث امام الجهور مش مهم بس انت عندك اختقى في حاجات تانية كتير لكن الشخص بيعمم فلازم تفصل باستمرار ايه الحاجة اللي انت بيشوثق نفسك فيها وعندك حاجات تانية كتير وثق في نفسك فيهم فاخد بالك بالزبط ما تعممش تقول انا اتسقف نفس عشان توصلها دي مرحلة ابلغ في كذا حاجة اول حاجة اسمها المفهوم الزياتي المفهوم الزياتي هو انت ايه بالزبط ادراكك لاشياء اول ما تولدت ما كانش عندك لغة جات لك لغة من الاب والام الاول وبعدين اتكررت في المدرسة فبدأت تكون لك لغة اللغة جواها ادراك جوا الادراك فيه معنى وكل لغم الاثنين فيهم قيمك وفيه معتقداتك فانت لما تاخد كل ده بتخرج العالم الخارجي بتقابله بهذه اللغة وبهذا المفهوم المفهوم الزياتي بعدها على طول في حاجة اسمها المثل الاعلى الزياتي كل واحد فينا جواه عارف هو نفسه ايه عارف هو عايزين جواه مسلا اعلى عارف نفسه يكون سعيد نفسه يكون غني نفسه يكون مرتاح مديا ومرتاح معنوين عنده علاقات رائعة ولكن المشكلة ان اللجوانة حاجة والنتائج حاجة يا خالص عشان كده الفرق بين الاداء وبين القدرات الداخلية كل الامراض النفسية اللي في العالم وازل المثل الاعلى الزياتي بيجيك بعد كده حاجة اسمها الصورة الزياتية واي تغيير عايز تعمله في حياتك لازم تقدر تغير الصورة اللي جواك عن نفسك في عين هنا اسمها العين التالتة دي اللي انت بتتخيل وفي أحلام اليقظة العين دي فيه منطر القوة العين دي بتخش جواه هنا وفي مراية بتبص فيها وتشوف شكلك هناك لو انت جواه تخيل مش ممكن تنزيله من العالم الخارجي لازم جواه الأول الصورة دي تزابط لو انت جواه حاسنك فاشل هتلاقي نفسك في صعبات في النجاح لازم الصورة جواه لازم تتزيل أول وكذا بتستمر شوية شوية رغاية من الصورة دي تبدأ تتغير والصورة الذاتية هتعديك بعد كده لحاجة مهمة جدا هتعديك بعد كده التقدير الذاتي عارفيني التقدير الذاتي هو السبب الرئيسي في معظم المشاكل نفسية اللي في العالم يعني ايه التقدير الذاتي شخصي هتقبل نفسه بتتقبل نفسك زي ما انت عارف التقدير الذاتي اللي هو الأحسيس عن النفس الأحسيس عن نفسك لما بتكلم في التقدير الذاتي أنا معظم الناس اللي بشتعل معهم أو يجيلي في العيادة أو هنا ولا برة عارف أنه كل إنسان يحتاج لأربع حاجات يحتاج لأربع حاجات يحتاج للبقاء شوفوا المرة الثانية بعد البقاء أنه يحب ويتحب أحاسيس ثالث حاجة أنه يتقدر يقدر نفسه وتقدير من الآخرين أحاسيس وبعدين محتاج تغيير الإنسان ممكن يأكل أي حاجة ممكن يشرب أي حاجة لكن ممكن يلبس أي حاجة نفس الشيء كل يوم لكن عاوز تغيير عاوز يغير لأن التغيير بيبسطك لذوبص ي ترى أن الإنسان يحتاج يتغيير لكن هناك حاجة soothing 突如ق sub brain لأنه بيجي بسرعة وقوة ومختلف عن قيامهم وكما أعتقداتم مختلف عن المفهوم الزاتي يجب أن يأج�ול السبع هل يعتر انتما تقابل نفسك كما أنت ويسمعك اللي تعال اسمعه غير كده التغيير منفعش دلوقت لما توصل لمرحلة الثقة في نفسك وتقول وصلت للتقدير الزاتي التقدير الزاتي عسلتك سؤال هل يترى أنت متقابل نفسك زي ما أنت هل يترى بتحب هذه الزات اللي ادهلك الله هدية سبحانه وتعالى اللي بتحب الله فتحب هذه الزات زي ما أنت هل أنت عارف قيمتك عارف فعلا قيمتك ازاي ومقدر فعلا هذه القيمة أنا عجبني جدا لأن في يوم الأيام كنت خسرت ووظيفتي وكنت يعني تعبان نفسيين جدا وكنت حطت راسل تحت وجاء صديق لي اسمه لانو بورلاندو كان مسأل أعلى لي كان من أقوى الناس في العالم على فكرة الرجل ده بالنسبة لشغل الفنادق فأنا كنت قدرت توصله وبقى يحبيني جدا زي ابنه هو أنا حطت راسل تحت بصيني كده قال لي ارفع رأسك لفوق طوله قالوا لي كذا وكذا وكذا قال لي اسمع لنا هولك عليه ده رأي الناس مش لازم يكون اعتقادك مش لازم يكون انت شخصيا فرأيك فيه لا يدل علي ولن يدل علي وكلمتين دول عارف زي ما كوني دوني دوش ساعة فعيز الساعة ففكرت فعلا رأي الناس فيه عبارة عن ايه ما يدلش علي اطلاقا ده رأيك مبني على قيامك وافكارك وتجاربك اللي ممكن لا تتماشى معايا اطلاقا عشق رأيك فيه لا يدل علي ولن يدل علي فما تتأسرش اوي برا الناس ما حدش يعرفك لان اللي يقولك انت ده ياخد فيها زم بخطير لان اعمال يهجم على ايه على مخلوق اللي خلق الله سبحانه وتعالى وكل المعاكزات من المعاكزات دي انت لو مش مبسوط من الحاجة عارف بتتكلم ضد الفكرة مش ضد الشخص بحاله فالتقدير الزياتي بمتال الخطورة عارفين فيه سيدة مرة يعني كنت كان فيه بنت بتوح حدود 17-18 سنة وبدأ ان كان ده مشكلة خطيرة جدا لان بدأت تخش في ادمان المخدرات بسبب حاجة واحدة بس الامة ما خدتش بالها منها اطلاقا قالت لها يا ريتك كنت ولد كان يوم اسود يوم ما جيتي عارف الكلمة دي عملت فيه ايه حاسست انها مش في ضمان مش في امان انها مش محبوبة فشخص اللي مش محبوب بيفتش على اي مكان يحس انه محبوب فيه عارف عدم التقدير الزياتي كل المشاكل النفسية بعد كده ايه السبب؟ الشخص اللي حاسس انه مش بتقدر انه مش محبوب حاسس بعدم ضمن وامان لازم يملأ هذا الفراغ من الحب الزياتي انه يدور ممكن تفرج على تلفزيون 24 ساعة ده ادمان ممكن يشتري حاجات مش محتاجها ممكن يشرب خمرة ممكن يدخن طول الوقت بوس لي بيعمل سلوكليات سلبية يروح للاصحاب اللي زيه اللي يحسسون انه محبوب يبدأ يعمل غلط بسبب ايه؟ لانه حاسس انه مش محبوب فالشخص اللي مش محبوب دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا عشانا بقول للأهالي باستمرار خدوا بالكو بتقولوا ايه لأولادكم لانه ممكن كلمة تطلع منها كنت متدايق لكن وصلت للشخص وصلت له القيمة وتأثر عليه طول حياته فالتقدير الذاتي بيسبب الحاجات دي والتقدير الذاتي يسبب طعف الشخصية او قوة الشخصية الشخص اللي بيأثر نفسه تلاقيه معتزب نفسه تلاقيه واثق في نفسه لما بيتكلم عارف انه هو مقدر نفسه مش مهم التقدير لآخرين لان انا مقدر نفسي لان اعرف قيمتي تماما اعرف ان احسن مخلوق خالوا الله سبحانه وتعالى فرأيك فيها لا يدل علي ولن يدل علي والتقدير الذاتي هاوصل لك لحاجة اسمها الانجاز الذاتي الروحة يحب ينجز الانسان يحب يكبر بانجازاته فطول ما انت بتنجز تنبسط اكتر من نفسك تحسنك سعيد في حياتك والانجاز ده هاوصل لك بعد كده لحاجة جميلة جدا هاوصل لك للثقة في النفس فشوف الثقة في النفس جاءت امتى جاءت سادس حاجة فعازم عشاء خطر واحد يوصل يكون واثق في نفسه لازم يتأكد ان المفهوم الذاتي متازن لازم يتأكد ان مسئول الاعلى الذاتي بيكتابه ممكن يوصل له ازاي لازم يتأكد ان صورته الذاتية بتتغير لازم يتأكد انه تقديره النفسه بيتغير بينجز باستمرار حتى لو حاجة بسيطة هنفسه باستمرار واثق في نفسه مبنية على قيم قوية جدا مهما حصل حتليب استمرار واثق في نفسه عايز تنزل وزنك هتقدر بإذن الله لانك عندك جزور قوية جدا عاوز تبطل اي سلوك سالبي هتقدر لانك جزورك في منطلق قوة عشان كده الثقة في النفس هي الفاعل وانت متأكد تماما انك باستمرار هتقدر تنجح وهذا الشيء بعد كده لازم نتكلم في قوة الهدف عندك كل دول عشان يوصلك تخرج برا العالم الخارجي فكل ده بنتكلم على العالم الداخلي العالم الخارجي اهدفك ايه بدأت تكتبها لازم الهدف يكون مكتوب لان إنسان من غير هدف بالظبط زي مركب من غير دفة اللي اتنين ينتهوا على ايه على الصخور فلازم تقعد تكتب هدفك اكتب عايزه ليه لان كلمة لماذا بتدي لك أسباب والأسباب بتجي رغبة والرغبة بتجي أحسيس والأحسيس وقود الإنسان توصلك بعد كده للسلوك فلازم اكتب هدفك اكتب عاوزه ليه لماذا وبعدين اكتب بعد لماذا على طول عايز تعرف فين عايزه فين عايزه متى امتى عايزه امتى عايزه الاسبوع جاي عايزه الاسبوع اللي بعده فلازم تعرف انت عاوزه ايه وعايزه ليه وعايزه امتى وبعد كده لازم تعرف مصادرك كيفة مصادر ايه إيه اللي أنا عرفه مين اللي أنا عرفه وممكن استخدمهم إزاي وبعدين لازم تعرف التحديات اللي ممكن تقابلك وتوصل بهذا التحدي وتقدر تعدي على التحديات دي وفي نفس الوقت بعدها تكون مرتزم وستمر لغاية ما تحقق هدفك وكلمنا على هدف بالتفصيل الهدف بيأخذك في المرحلة اللي بعدها وهي الفعل الاستراتيجي لأن كل ده ممكن يكون كويس وعندك رائع في كل حاجة وعندك هدف واضح ولكن ما بتحطش الفعل الفعل هو الفرق بين النجاح والفشل الفعل هو الفرق بين السعادة والتعاسى الفعل هو السبب الإنسان يوصل فعلا يحق أهدافه وإيش أحلامه ولا يقعد في الوحدة الداخلية وفي الضياعة الداخلية ويكون خيال للآخرين الفعل هو اللي بيثبت الإنسان فعلا ناجح ولا لا يعني الإنسان بيكلم كتير لكن ما بيعملش حاجة ففي ناس كتير بيكون بيكلم كتير ويقولك حيعمل إيه وحيعملها إمتى وحيعملها إزاي وعمال يغطي وعمال يجذب لكن هو بينفس حاجة بيوصل لمرحلة ما بيعملش حاجة ممكن تناسبه ايه السبب؟ لأنه جواه في الخوف من الفشل الخوف من الاعتراض الخوف من المجهول الخوف من الاستهزاء فيه أصناف من الخوف عشان كده بتسأل نفسك باستمرار وتكن بتحط الفعل الفعل الاستراتيجي ايه أسوأ حاجة ممكن تحصللي ويهي أحسن حاجة ممكن تحصللي وبتتعامل مع الأسوأ وبعدين بتتبنى المجهول وتحطها في الفعل الفعل الاستراتيجي بيكون من كذا حاجة أول حاجة التخطيط تاني حاجة التوقيت تحطها في الوقت الصح ولوما الصح مش مهم بعد كده هتقيم فأنا عندك التخطيط وبعدين التوقيت وبعدين التقييم قصدي قبلها بعدها التنفيذ فأنت عندك الأول التخطيط وبعدين التوقيت وبعدين التنفيذ لما بتنفذ بعدها لطول بتقيم ولما تقيم بتعدل وترجع تاني للتخطيط فتبص لها دورة باستمرار وده اسمه الفعل الاستراتيجي اللي بيكون من الخامس حاجات دول اللي هو التخطيط التوقيت التنفيذ التقييم وبعدين أخيرا التعديل وبتحطها تاني في الفعل وبتحط لنفسك إلحاقها تبقى ملح بتتصرف كما لو أنت فعلا ناجح وبتعمل الفعل الداخلي بالتخيل الابتكاري والفعل الخارجي بتعمل كل يوم ثلاث حاجات على الأقل عشان توصل وتحقق أهدافك وهذا الفعل الاستراتيجي هوصل لك لمحطة اللي بعدها وهي التصميم عارف لما يكون مصر على حاجة الإصرار الإصرار والتفاؤل وأن الإصرار دي قوة داخلية دي دافع جامل جدا من الأدرينيلي بيزوءك مش بس عشتحق أهدافك يعني الإصرار معناها اللي ما ما حصل برضو مصر ما ما حصل برضو مصر ما ما حصل برضو مصر مصر للدرجة المحدش في الدنيا ممكن يوقفك طالما أنت عارف بتعمل حاجة ما بتخذبش الله سبحانه وتعالى منك وحاجة كويسة جدا لك وممكن تفيد الناس فأنت بتستمر فيها تبقى مصر عليها لغاية ما تحققها وبعدين اتكلمنا عن التفاؤل والتفاؤل طبعا تفاؤلوا بالخير تجدوه والتفاؤل بتخلك فأربع قوانين من قوانين العقل الباطن أن أول قانون منهم قانون نشاطات العقل الباطن أن أنت أي حاجة بتفكر فيها بتتسع وبتنتشر وبتشوف منها كتير فلما يكون إنسان متفائل تبدأ تلاحظ المتفائلين تلاحظ حاجات تخليك متفائل أكتر تحسنك متفائل في الدنيا زي ما كون الدنيا لونها تغير وطعمها تغير وهذا التفاؤل بيؤديك القانون الثاني تعالى قانون نشاطات العقل الباطن يؤديك بعد كده لقانون التفتيل المتساوي بتبدأ تلاحظ حاجات فيها تفاؤل وتلاحظ الحاجات اللي شباهها كلها حاجات تفكير متساوي حاجات تسويها كمان فالبوصلة اللي اتنين مع بعض بتأثر على حكمك في الأشياء وعلى أحسيسك وعلى سلوكك فلما تكون أنت تركيزك في التفاؤل هتأثر على حكمك إن الإنسان متفائل أحسيسك متفائلة سلوكياتك متفائلة إن مهما يحصل برضو متفائل فأجي قوة التفاؤل ودي تأخذك للقانون الأخراني بالنسبة لدول اللي هو قانون الإنجزاب قانون الإنجزاب ده قانون من قوانين الميتافيزيكس متافيزيقة قانون ده لك لك عقل الإنسان زي المعناطيز بتنجذب إليه الأشياء والأشخاص من نفس النوع يعني أي حاجة تفكر فيها وتخط بقى حسيسك ومتوقعها جدا بتنجذب إليك من نفس النوع تعرف دليل على كده ممكن تكون بتفكر في شخص وأن تلاقيه بيفكر فيك يقولك هلأ كنت لسه بفكر فيك أو تكلم إنساني وتفكر فيه كنت لسه بفكر فيك أو تفكر في حد ليه لسه بيتصل بيك هتكون اتنين مع بعض وعايز تروح مطعم معين وتلاقي الشخص بيقولك إيه رايك تروح للمطعم ده المعلومات دي جات منين ده قانون الإنجذاب إن أي حاجة تفكر فيها بتنجذب إليك من نفس النوع وقانون الإنجذاب ما عندهش مسافات ما عندهش وقت يروح في أي حتة تخيل أدي روح في التفاؤل إنك فعلا لما تكون متفاؤل في الدنيا وتكون مصرنا تتحقق حاجة شوف لغاية دلوقتي كل الحاجات اللي احنا ماشيين فيها كل واحدة تجيب لك التانية لغاية ما نوصل لنا عايزين نتكلم فيه النهاردة ودي حاجة نتكلم فيها في منتهى الجمال لأننا بعد ما وصلنا لكده وخلاص حطينا حاجتنا في الفعل وبدأ أنه نصر إننا عايزين نحقها وإيه أصبحنا متفاقلين إننا فعلا نحقها لازم فيها الله أنا ما سميها عيش حلمك الآن وزي الأحلام بتتكون داخليا وبتتحول من مجرد حلم بعد كده الألم وبعدين لرغبة وتوصل من الألم للسعادة لغاية ما توصل إنها تتحقق في الحياة النهاردة هنتكلم عن حاجة في مطهر روعة هنتكلم على قوة الطاقة الروحانية قوة الطاقة الروحانية قوة الطاقة الروحانية أنت عارف حكاية القوة الطاقة دي الناس كتير يسألني في الطاقة البشرية وان ربنا سبحانه وتعلم علي وقالفت علم إذ من قوة الطاقة البشرية أسيسته أخذ مني أكتر من 20 سنة عشان تأخذ كل المعلومات اللي موجودة في الطاقة طريبا في العالم من كل الأصناف في الطاقة اللي أنت تعرفها سوى الداخلية أو الخارجية سوى الصينية أو اليابانية أو الهندية أو الفرعونية جمعت كله أو الطاقة القرآنية أو طاقة روحانية كلها دراسات دراسات وفلسفة الديانات لغاية ما إداء تعمل قوة الطاقة البشرية فلما بكلم على الطاقة الروحانية هي أقوى طاقة بنسبة الإنسان عارف أقوى نقطة الطاقة في العالم إيه؟ مكة عارف ليه؟ لأن من يومها طبعا طاقة روحانية لأن فيها حجر من الجنة ولما تجي تبص كل الناس مليارات من يوم ربنا صلحة الله إدانا الكعبة وكل الناس دول المسلمين اللي جم واللي موجودين واللي جايين كله بيركز عليها بطاقة روحانية نفسه روحها ولو مرة الطاقة دي بتديها قوة بتشاع فيك فأنت لو فعلا تعرف صغيل الطاقة دي مزبوط يكون عندك طاقة روحانية في منتهى الجمال غير كده وإحنا بنصلي وإحنا النسجين بنسجد أنت عندك سبع مراكز من الطاقة كل مراكز من دول له شغلانة معينة فأنت لما بتنزل تحت الطاقة روحانية فوق هنا فصل المخ عارفك هنا فصل المخ فوق في حالة اسمها باينيل الجراحين زمان كانوا فاكرين إنها الروح لأن اللوجة جنبها وعمل فيها أي غلطة ممكن إن شخص يموت فالباينيلجي أو البينال اللي هي دي طاقة روحانية بيخش لك منها طاقة روحانية كل يوم من الله سبحانه وتعالى طاقة نقية بتخش جواك في الأفكار الفكرة يأما فيها الحب والتسامح يأما فيها الحقد والشك وبتخش وتخرج حسب ما أنت عايز دلوقتي لما نيجي نتكلم عندك كم سوء من الطاقة عندك الطاقة الجسمانية عندك الطاقة الحسية وعندك الطاقة الروحانية الطاقة الحسية تكون حاسس بروعة داخلية تكون دخلت بمرحلة من التأمل تكون في حب جميل في حياتك تبس لأي دي الطاقة الحسية الطاقة الجسمانية الطريقة بتأكل بيها بتتحرك بيها بتتنفس بيها دي تدك الطاقة الجسمانية أما الطاقة الروحانية حاجة تانية خالص الطاقة الروحانية أقوى طاقة ممكن تاخدها في العالم بتخشي لك من فهو من هنا طبعا الروحانية بتوصل للزهنية للزهن وبعدين بتوصل للحلقية الحلق توصل للقلبية في القلب توصل للذاتية وبعدين توصل للوجودية وبعدين توصل بعد كده للجزرية كل دول طاقات كل طاقة بتجيب لك الثانية بتنزلك من الطاقة الروحانية تلاقي نفسك طاقة متجنة ولا لا بتكلم كثيرا على الطاقة عملنا حاجات في الطاقة في منتهجة ما أتمنى في يوم الأيام أبقى أشوفكم فيها هسألك سؤال إيه السبب أن الناس في رمضان بتتغير إيه السبب الناس في رمضان بتتحول تبقى روحانيين فجأة هل تعرف حد يكون من نوع العصبي جدا يمسك نفسه تماما في رمضان ويا دوب يخلص رمضان يرجع تاني عصبي زي ما كان إيه السبب زي ما يكون مستني زي ما يكون صعبان عليه شهر بحاله فيه ناس ميكون بتدخن ما يدخنش تولي شهر على الفكرة بعدين يرجع دخن تاني حتى لو بطل اليوم ممكن يكمل عليها شوية شوية لكن شهر بحاله ويرجع تاني مستني السبب أن الناس اللي بيشربوا كلام ده كله بيبطل في شهر ده لأن فيه طاقة روحانية جميلة جدا بتبقى أنت جاهز لها قبل ما يجي رمضان بس أول ما رمضان بيبدأ يبعد بتبقى بتجاهز نفسك إنك هتخرج بس لو إنسان يكمل على زي الطاقة يبقى رائع عشان كده باستمرار لازم تفكر في الرابط اللي اتعلمناها بعض تعملك رابط لرمضان تاخد رابط من رمضان وتخرج بيه بعد رمضان يبقى كل السنة بالنسبة لك شهر رمضان أنا خدت تاكس مرة كنت بلب من البلاد وكنا في رمضان وبعدين إحنا ماشيين بالتاكس راجل عملي يقول اللهم إني صايم اللهم إني صايم شهر رمضان شهر جميل وبعدين فجأة كسر عليه واحد راح بسس له كده ورح بكشر ورح متنرفز ولي تعرف أنا مش هكلمه عشان خاطرك بس وأنا مش هروح وراء عشان مخسرسي سيامي وبعد انفجأ قعد يفكر ورح جهري وراء قلت له إيه إيه اللي بيحصل قال لي هفطر عليه النهاردة إيه إيه اللي هتفطر عليه هتاكله إيه يعني هتفطر عليه قال لي أنا وبعدين حب أوصلك فالبص لي الشخص ضيع كل ضيع كل سيامه على الفاضي لأن حد نرفزه العالم الخارجي نرفزه كان فيه سيدة اسمها جوان سوبي تيلر كانت مديرة التسويل مبعاة عندي في فندق الفنادة اللي أنا كنتم تجير عام فيهم لما كحد يقول لها إزاي كالنهاردة تقول له رائعة وما حدش حيغيرها عارف يعني إيه أنا رائعة وما حدش حيغيرها العالم الخارجي ما أسرش فيك أنت صايم حد قال لك حاجة أو لحد بتاع تضيع كل اللي أنت عملته فيها اليوم عشان حد دائك تضيع سيامك كله عشان حد دائك هل دي تساوي هل دي تستاهل عارف لما حطها في الميزان هتلاقي بطاعة دا كان فاغ ما تستاهلش إطلاقا عشان كالا لازم تصل لمرحلة تفكر إيه اللي ناس بك إيه اللي أنت عايزه إيه اللي أنت تتمناها في حياتك التقى روحانية في منطهة الروعة طيب ستلاقي الناس في رمضان آخر و بعد رمضان لا وخصوصا لما ناس تعرف أنها حتموت لما ييجي الدكتور مسل أقولك تقول لي هل تعرف أنت حتموت ياه يبدأ بأعايز الناس كلها تسمحوا وناس كلها تحبوا ويكلم الناس كلها القريب والبعيد إيه السبب طبعا أنت عارف أنك حتموت هو في حاجة حقيقة في الدنيا اللي دي الباقي كله الباقي كله إحنا إدراكات الباقي كله أنا أحب جدا لم أحد يقولي في الواقع أنا واقع الواقع بتاعك أنت مش بتاع أنا أقولي الواقع الواقع بتاعك عمل إزاي وأنا أتحذك في الصبح الواقع مبني على قيمك وإدراكك وأفكارك ومنطقك أنت أنا عندي مختلف عنه تماما لكن إذا كان فيه واقع بقى حقيقي هو الموت فلما أنت عارف كده لما دكتور يقولك أنت هتموت تبدأ بقى تتغير قال يعني قالك حاجة ما كنتش تعرفها فالبوس لأي غير لك الواقع فالإنسان لما يكون إنسان لما يكون وصل لمرحلة من الحسيات العالية وروحانيات العالية يبدأ تجي أكتر الله سبحانه وتعالى عارفين كل الأمراض اللي بتحصل لنا في الدنيا كل الألام اللي تجينا في حياتنا كل الخوف اللي عندك عشان ثلاث أسباب السبب الأولاني تقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى والدليل على كده أي حد بيتوجع على طول يقول يا رب وتبدأ تقرب أكتر بالله سبحانه وتعالى عارف دي الحاجة الأولية الحاجة الثانية اللي اكتبت عن سلوكيات تبعد عن سلوكيات معينة انت مكنش مبسوط منها او سلوكيات بتنسبكش تكون العصبية او التدخين او الفتن او النميمة او الغيبة او الزين اي حاجة مش مزبوطة الوقت حان انك تابد عنها والحاجة التالتة انك تحسن نفسك وتكبر بقدراتك الحقيقة وتوصل للشفافية اجي الروعة في انك بتحصل لك حاجة وتعرف لما تعلمشت الدرس يستمر الخوف يستمر القلم بس دي البداية انا قد حد يجيلي في استيارة ولا عندي في عيادة بسأله من دي من الاسئلة قولي ايه اللي انت تعلمت من ده لما حد يقولي دكتور تعرف والله انا عندي سرطان طبعا انا بقولي حاجات السرطان دي له دكاتر متخص انا لازم بعطه لدكاترة لازم بعطه للمستشفى ولكن كل ما في الامر فيها حاجات ممكن نساعد بيها تكون مكملة فالشخص اقول لي ايه الرسالة اللي انت تعلمتها القيمة العليا اللي تعلمتها قولي تعرف قرفت اكتر من الله سبحانه وتعالى طب ايه الرسالة اللي تعلمتها الحرص اصبحت حريص اكتر على صحيتي اصبحت بخاف اكتر وانا بقول كلام انه كنت بنوعه اللي بحكم كنت بنوعه البلوم كنت بنوعه بعمل الغيبة والنميمة والفتنة واعمل حاجات مالاش لازم اطلقا فكنت بدأي الناس فتعلمت ان انا ما عملهاش تاني طبوس لانا ما تيجي تفكر بهذا الاسلوب اسلوب بمتاح جمال اتعلمت فالقي الشخص طالما تعلم يبقى المرض مش مفروض يكون موجود لان جواه خلاص مش حاسس بزنب ان الحاجة حصلت له بيبقى جاهز فيساعد جدا الدكتور انه ممكن يعالجه فتلاقي العلاج ممكن ياخد هل ممكن تعرف ان حد ممكن ياخد حباية فقس بني ما سوى اي حاجة عشان عنده اصداع وبرده استمر الصداع لان جواه مش جاهز فيه ناس بتحسوا لازم يتعاخب عشان كده طبعا ده كلام مش مزبوط دلوقت انت عارفين انا بقول الانسان بتجيله حاجات طاقة روحانية انا كنت بشوف عرقام كبيرة جدا من الناس كل سنة وباللغات التلاتة انجليز فرنسي وعربي وعمري في حياتي ما كنت تكلم على حاجة اسمها روحانيات ايه السبب بره كل واحد مختلف عن التاني عندك الناس اللي هما ديانات وديانات وديانات واعتقدات وافكار لو انت تعد تكلم في حاجة واحدة هيسبوك ويمشو وانا شوفت واحد اسم بيتر لوي من اقوى الناس في العالم في فن المبيعات جاء على مونتريال وانا كنت معزوم هناك وقعد يكلم كلام كويس جدا وقعد يقال للناس في الاخر لو سمحتوا عودوا عايز اكلمكم حاجة وبدأ يكلموا على حاجة اسمها ساينتولوجي يا دوب بدأ يكلم عليها في الدين وعاوز يقنعهم وكلام ده كله كلهم بدأ يخرجوا فانا عاد تفكر يعني ازاي ممكن اعملها بطريقة تكون استراتيجية عشان يتقبلوني ويبدأوا متفتحين اكتر في اللي انا بعمله ولقيت نفسي جايت لي جلطة انا لا بدخن ولا بشرب ولا عندي توطرات ولا اكتئابات الحمد لله بلعب رياضة باستمرار عندي صارة كبيرة في البيت باتمرن كل يوم على الاقل ساعة غير كده عندي اربع خمس او ست ساعة سبع ساعات بالنسبة للمارشل ارت والكانجفول الحاجات دي تيجي لمنين دي وضغط دم مشواطي ولا عالي ضغط دم متزن تيجي لمنين بسيط لقيت روحت المستشفى والدكتور بيبص بعد كده يعني طبعا اول دكتور روحت له يعني عارف شخصها غلط وقال لا عندك شوات صداع روح تاني وقال دين لقيت الصداع مش طبيعي صداع خطير جدا حاجة مفجرت في المخ وكان خلاص ممكن اموت فيها فرجعت تاني المستشفى بالاسعاف وبعدين دكتور قال اخلاق الثانية ثانية واحدة لازم نعمل أشعة ونعمل امار ونشوفي ايه على طول لما اكتشافها راح مكان للمستشفى ثانية فوسط البلد اسمها مونتريال جينرال هوسبتل على الاسعاف على العناية المركزة فيها ست ايام ودخل للتكتور ويقول بيقول زوجتي بيقول لها لو عد عليها 24 ساعة يعني حنبدأ نعالجه يعني 24 ساعة حيكون توفى وانا مستغرب ايه اللي حصل طب ليه جات منين جيت مستغرب وبعدين طبعا بالليل كله بيمشي انا بعد كده بتبقى قاعد حتى لو حمعك حد بتبقى تفكر بتفكر ايه اللي حصل ايه اللي جوايا ده وبعدين انت بس تلاقي فيه حاجات بدأت تحصل لك انك تتعلم الروحانيات انا شفت في وقت كنت الواحد فيه عائل صغير عائل صغير عائل صغير عائل صغير جال يقول لي انت متضايق انا قلت مين ده انا ناقص قلت له امشي 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 امش ناقص وبعدين قال لي انت متضايق انا قلت بيش حاسبني قلت له طبعا انت فاكر ايه قال لي لازم تتقبل الهداية انا لقيت الوقت بيتكلم في سن الزغار ده بيكلم كلام كبير قلت له تعالى هنا هداية من مين قال لي من الله سبحانه وتعالى قلت له عارفتك ازاي قال لي خلينا كلمك عني الاول انا بكرة الصبح امشي سرطان في المخ احتمال نجاحها واحد في المية يعني تقريبا انا ميت ميت لو كان الله سبحانه وتعالى وعندي سرطان عشان اكتب الكتاب ده كيف تتعامل مع السرطان في سن صغيرة الكتاب باع منه 12 ملون نسخة تخيل تخيل القوة فوقني زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى باستمرار يبعث لك رسائل باستمرار يبعث لك انت فيه وحسيت وبعدين ساعتها جالي يعني بالليل جالي وجع خطير جدا كان عندي صداع في منتهى القوة مش عارف وجات لي سكتة قلبية وكان عندي مغسم يعني قلت خلاص وبدل ما شد الجارس وجيب حاج انت جاهت لله سبحانه وتعالى بتقول يا رب انت صاحب المعجزات انت اللي بتقول لي الشيء كن فيكون وانت عارف انا فين لو كان ده وقتي بطلب منك انك تعجل به واذا كانتش ده وقتي بطلب منك انتك تسعيدني وتشفيني انت صاحب المعجزات يا رب العرش العظيم وخرجني منها وعلمني حاجة جديدة انا هنا ليه وربنا سبحانه وتعالى اشاهد على انا بول وانا معاكو هنا دلوقتي بالزبطة في عشر دقائق طلبت الرب تاعي عشان خاطر اصلي وقالوا لو اتحركت حتموت وصليت وبعد كده عدت اتحرك واجري واروح واكي وانكت مع الناس المرضى ويجروا ورايا في كل حتة قضيت احلى ست ايام في حياتي في العناية المركزة وانا شايف الناس وانا بقول لهم نكت ويضحكوا وهم اقولوا لي حيموتوا الله طهما ميت ميت خليه ميت بيضحك بدل موت مكشب واصلت المرحلة وتعلمت حاجة جديدة التعلم زي بكون الله سبحانه وتعالى بيقول لي شوف انت الواسي تعلمت ايه الروحانيات وبعدها على طول الدكتور قال لي ما تخرجش ولو خرجت ما تدرس ولو عايز تدرس مش عارفين لحكومك بشويش بالراحة ما تحطش طاقة كبيرة فيها وكان عندي شركة فرنسوية اسمها لورانسيان شركة متخصصة في تأمين على الحياة من اكبر الشركات في كندا وكان حاجة اسمها بلانيفيكيسون دي زوبجيكتيف يعني التحديد الاهداف بالفرنساوي وروحت معاهم ولقيت نفسي من غير ما فكر قرت لهم اول هدف في حياتك لازم يكون الله سبحانه وتعالى وليتهم كلهم بيقولوا كلمنا اكتر وبقيت احكي لهم وعرف لقيت نفسي فطاقة تانية خالص زي ما انتم شايفين بكلمت زيال الوقتي لقيت نفسي فطاقة تانية خالص قبل كده ما كنتش بكلم فيها فالله سبحانه وتعالى لقيت عالى ثانية واحدة بقى انت عندك القدرات دي عشان ايه عشان بس نفسك لقى انا عايزك توصل بعض الناس لقى وليت نفسي بعد كده بكلم اكتر في الراوحانيات اعرى اكتر في الراوحانيات اعرى باكتر من الله سبحانه وتعالى حسيت ان فعل الله سبحانه وتعالى اهم شيء في حياتي عارف في قلبك انه شيء بالنسان تبقى مش عايز تزعله تخلم تحب الله سبحانه وتعالى تخلم تكون حبك له تبقى مش في الدنيا فيه منتهى السعادة عشان كده الطاقة الروحانية بتنقسم الي تلات اجزاء اول جزء منها حب الله سبحانه وتعالى حبك لله يطارة في الحل hasn't eigningen الله سبحانه وتعالى لو فعلت تحب الله سبحانه وتعالى مش عايز تزعله تعرف قدراته وفي نفس الوقت مش عايز تزعله مش عاوزه يزعل منك فبتحبه من قلبك عارفه انت بتصلي بتبقى فعلا بين ايدا الله سبحانه وتعالى او الله هو اكبر بيسمعك شايفك فتبقى كلك معاه تبقى عارف كلك معاه لما تستخدم الطاقة تستخدم الشكرات لكل الطاقة بتاعتك مفتوحة تنفسك مزبوط حاسس انك بايدين بين ايدين طاقة العليا القوة الرائعة اللي حواليك جي كلها الله سبحانه وتعالى لانفسك بتصلي عشان كده وانت بتطلع وتنزل بيقولك حتى تطمئن حتى تطمئن بتوصل فعلا اطمئن تام لما تخرج من الصلاة وتكسر الحالة وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبتخرج بعد كده وتحط نفسك في الفعل التقرى وحانية في موتاج جماد فأول حاجة حب الله سبحانه وتعالى تعرفت في خصص كبيرة جميلة طبعا يوم الايامة الله سبحانه وتعالى في منادي بيقول ربنا بيقول أين المحبين في جلالي اليوم ظل عليهم يوم لا ظل إلا ظلي طبعا تستمرون انتم عارفين الكلام دا كله ربنا اللي بيحبوه يوم الايامة بيظل عليهم ما فيش دل غير دل الله سبحانه وتعالى في الموسلق ربنا بيضل عليك دول محبين انك بتحب الله سبحانه وتعالى واده الحب الاولاني واده الحب الروحاني اللي فيهز ذات العليا هي الزات الشفافة الزات السفلة بتدافع عن نفسها هي اللي بتغير هي اللي بتحقد هي اللي بتنقد هي اللي بتقارن هي اللي بتهاجم هي اللي بتشتم ده الذات السفلة لما تبص نفسك عمل تحكم على حد وعمل تتكلم كلام فارغ دي ذات السفلة ودي هناك الشيطان لكن لما توصل للذات العليا الذات العليا ذات روحانية مهمهاش كل الحاجات الدنياوية دي كل يهمها حبك له سبحانه وتعالى بعد كده اعرف ثم الدرس اللي انت تعلمتم من هذه الحياة عشان لما تقابل الله سبحانه وتعالى تقول له رب انعرفت الدرس وانا حافزت على الصحة وحافزت على نفسي وبقرب منك على ق ده ما قدر وانا حافظت على كل شيء حبك لله سبحانه وتعالى انا في قصة قلتها بسرعة كده بس خلالها اقولها لكم تاني يمكن تكون ناسينها في شابك ان عاوز يحلم بان الله سبحانه وتعالى جنبه وهو نايم بالليل لقى نفسه ماشي على شاطئ البحر وفيه اربع بصمات فرح جدا قال الله الله سبحانه وتعالى جنبي وبعدين بيبص ورا لقى بصمتين اتنين بس فقال له يا رب يوم لما كنت محتاج لك كده برضه تسدني الوحدي جالوا صوت في المنام ده الوقت اللي انا قررت ان انا اشيلك فيه لانت كنت ميت وانا احيتك كنت جعان وانا اكلتك كنت عريان وانا لبستك كنت ضايع وانا لقيتك دي بصماتي انا ده الوقت انت كنت عبان في جدا انا اقرب منك مما تتخيل وبحبك اكتر مما تتخيل وسيح الصبح في منتهى السعادة تعاني فين في شخص عاوز يعظم الله سبحانه وتعالى عاوز يحبه بطريقة عمر بحد عملها قبل كده اقعد في المسجد هو بيصلي وقال له احد اقعد جنبه عملية ادعاء في منتهى الجمال شخص بلاي حبيدة كده وجميل جدا وبعدين لقى نفسه حافظ وصم بعد كده بعد ما خلص عاوز يشكر الراجل ده بيبص يمين وما لاووش فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله انا حصل كذا وكذا وكذا قال له عارف مين ده قال له مين قال له ده سيدنا جبريل عليه السلام انت طلبت من الله سبحانه وتعالى انك تحبه بطريقة معينة وتعظمت بعطلك رسول لك انت بالذات دليل الله سمعك وشايفك وعارف انك عايش تحبه بطريقة خاصة بعطلك حد يعلمك بطريقة خاصة عشان كده حب الله سبحانه وتعالى لازم يكون في قلبك ودي طاقة روحانية لما توصل لدي هتلاقي الدنيا صغيرة جدا وهتلاقي كل حاجة بتعملها مش ممكن تساوي اطلاقا حبك الله سبحانه وتعالى تعالى شو بعد كده بيحصلين ثم فيه بعد كده فيه ايه التسامح التسامح المتكامل انت عارف انك انك التسامح دي مش سهلة مش سهلة اطلاقا انك تقول لشخص تعرف تسامح الناس فكرين فيها حاجات غلط عن التسامح فيها مفهوم غلط عن التسامح الناس تقول لك التسامح معناها الضعف التسامح معناها بادي الشخص الاخر يتحكم فيها التسامح النسية أن أنا بانسة خالص طبعا كل ده مش مظبوطة كلام فارغ التسامح الشخص المتسامح ده خوي جدا لأن التسامح من سمات الأقوياء مش من سمات الضعفاء لأن المتسامح شفاف الزات العليا بتروح للشفافية من ضمنها التسامح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان متسامح جدا متسامح يحبي على طول أي حاجة تخص بي يسامح أول بأول أول بأول أي حاجة تخص الله سبحانه وتعالى ينقلب على طول لقوة للدفاع من الحب لله سبحانه وتعالى فتبصت لأي وبعدين لما كل حاجة تتزبط يرجع تاني التسامح كان عنده في منطقة روعة احنا تعلمني ايه من الحكاية دي التسامح حمومي جدا لازم تعرف تسامح تصورنا أنا كنت مرة عملت حاجة عن اسمها قوة الحب والتسامح طبعا الحب الروحاني والحياة ربنا أكرمني بالمعلومات دي ومن ساعة ما عملتها خاصة في الشرق الأوسط في ناس كتير جدا قايت لك تعرف ما شفناش من الزواء دي معنى احنا عندنا في القرآن وعندنا في الاحاديث وعندنا في شراء الإسلامية حرام انك تخاصم حد أكتر من ثلاثة أيام ومع ذلك برضو الناس مخاصمة بعضها طب ليه لما حد يقول لك أنا متدين وأنا بتاع سؤال مدامي حد يقول لك عبالك هدين أكتر من ثلاثة أيام انت متدين ازاي لازم تعرف كويس جدا تزبط نفسك لأنك لازم تتسامح أول بأول أول بأول وانت عاد في القصة الشخص اللي هخوش الجنة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك الشخص عخوش من أهل الجنة لما بسوا أكتر من مرة لو بيعمل حاجة مهمة جدا قبل ما ينام يسامح لكل لما يقوم النوم يسامح لكل بينظف الطاقة دي باستمراء المتسامح الله سبحانه وتعالى أرحم رحمين ده فيه حتى قول بيقول لك من لا يخفر لا يخفر له هي كده لما انت عاوز الله سبحانه وتعالى يخفر لك طب ما تخفر لعباده طب ما تسامح الناس ليش هالف قلبك حاجة كده انت عارفين حاجات تتسامح دي أنا قلت أكتر من مرة مش سهلة كنت في أمسياتي كان فيه أكتر من ألفين شخص وبعدين في سيادة قلت لي دكتور الكلام بتقوله كويس جدا لكن العملية مش سهلة أبدا أنا وبابا متخصمين بأن عشر سنين تخيروا مخصم أبوها عشر سنين قلت لي خلاص قل لي كل حاجة حسألك بس سؤال واحد بس ما أغل حشكيش ما أغل حشكيش آهيتلي جدا وحشني جدا طب هتعمل إيه قالت لي بس لو تكلمت حيافل السكة طب لم أفل السكة هتعمل إيه كانت تعليمت معي فترة قلت لي حكلمت تاني ولما أفل تاني حيافل إيه قلت لي حكلمت تاني ولو قافل تاني حيافل إيه هتعمل إيه حافظه الوراء لغاية إمتى حتى لو رفض كل الرفض اللي موجود في بلدك وبعدين استورد كمان رافض من برة وأخذ كل الرفض اللي موجود في العالم وحض كله فوق رافضه في رافضه برضو كلميه لغاية ما توصلي لأنه أبوكي وانتو زعلته من بعض والمخ بنا عليها وسبت بعض انت الاتنين راحت خارجها من الأمسية وراحت بكلم أبوها يا دوب كلمها في التليفون أنا حول أي اسم قال لها نادية طبعا اسمها مش كده نادية وحشتين يا حبيبتي وحشتين والتين فضلوا سكتين في التليفون أكتر من عشر دقيق بيبكوا وبعدين جابيته وجات في المحاضرة وهم الاتنين الناس شافوهم مش مصدقين ويعمل تبكي وبيبكي وعمل يحضونوا ببعض وبوصوا ببعض وقلوا أن الدايد عمني عشر سنين فبنتي إزاي فكرت بهذا الاسلوب وقلت أبوها هو الوقت كبروا لوحده إزاي فكرت بهذا الاسلوب ده فما حشاش قوة الحب والتسامح إيه بالضبط المدائك من مين إيه اللي ممكن يحصل عشان تتسامح إيه اللي ممكن يحصل عشان تخلص وعارفين التسامح أسهل وأرخص أسهل بالنسبة للطاقة وأرخص ماديا حتى أنك تسامح ونحن أقول لكم إزاي قوة الطاقة بالنسبة للإنسان واليابانين أزمتوها علميا حطوا السالب والموجب الإنسان نور فدي تساوي 80 مليار دولار تخيلت لما تفكر في حد مدائك منه هتعمل إيه بتبعات الرسال لأنك مدائك بص في الساعة بعدها بثواني هتلاقي نفس مدائك أكتر وبعدين فكر تاني بص في الساعة يعني يا إدوب بص في الساعة ورجع تاني بص في الساعة ورجع تاني كل مرة بص في الساعة هتبص تلاقي زاد الغل لجواك والغيرة والحق لأنه لازم يزيد ده قانون الإنجزاب وبعدين في حاجة مهمة جدا بتبعاتها للشخص ترجع لك من نفس النوع تبعاتها للشخص ترجع لك من نفس النوع سواء هو بعتها لك دي بتسغل قدرتك عشان تحلل هدافك؟ طبعا لا ده غير كده هذه الطاقة في منطهى القوة طاقة عدم التسامح دي بتخلي جسمك كله يغلي بتخلي دمك كله يجن بتخلي قلبك يزيد حتى رواحة المية ممكن تجي لأشكاكة قلبية فالطبع هل تساوي؟ ما تساويش عشان كده اسهل وارخص انك تسامح مش بس كده ده يعني بتاخد صواب رائع انك لما تسامح الناس بتتعلم هذه العضلة لسما قلت التسامح بتسامح الناس كلها عشان يجب تتعلم من اول دلوقتي انك تسمح ت 구독 Milha Zing اول حاجة بنعملها فكر في الشخص تعلمتها سوا تعلمها سوا مع بعض الوقت اول حاجة فكر في شخص انك مدقى منه انك مش عارف تسامحه ثاني حاجة فكر في الدرس انك تعلمته ما انت لو رجحت تاني لماضي مش هتتسرب بنفس الطريقة اتعلمت ايه اللي انت تعلمته فكر في الرسالة اللي انت تعلمتها طالما تعلمت الرسالة بعد كده تصل المرحلة بعدها فكر في الشخص فكر في الرسالة ودلوقتي معايا عزك تاخد نفس عميق وطالعها شوية شوية وبعدين غمض عنيك زي ما أنا مغمض عنيك غمض عنيك وريح نفسك تماما وركز فقط على تنفسك ودلوقتي فكر في الشخص استدعيه في ذهنك استدعيه هنا استدعيه هنا في ذهنك استدعيه ومن كل قلبك قل له أنا مسامحك قل له إيش خد دفع عميق وخلاص افتحينيك هتبوص تلاقيه الرواعة دي أنك بتعرف تسامح أو البول دلوقتي عارف لو عملتها صح هتلاقي نفسك ارتحت ارتحت خلاص ولما أنت ترتاح رياحة الشخص الآخر تصور اللي ربنا سبحانه وتعالى لما أنت بتفرق على العبد من عباد الله كربه من كرب الدنيا رب نفرق عنه كربه من كرب يوم القيامة تخيل كرب يوم القيامة عاملين إزاي بس مجرد أنك تسامح إنسان وتريحه وتريح نفسك بترتاح أنت الأول وبعدين بتريح الشخص الآخر عشان كده لازم تعلم إزاي توصل لقوة التسامح التسامح فيها كذا حاجة أول حاجة عايزك تعملها عاوزك تسامح بابا وماما سامحهم الاثنين سامحهم مهما عملوا ما كانونش يعرفوا مهما عملوا ادو لك كل اللي يقدر عليه الأم دي سلتك تسعة وشفة بطنها تعبد فيك جدا ما تشيرش بنها حاجة الأب أنت عندك أب واحد وأم واحدة ما تسامحهمش إطلاقا مهما عملوا لازم تسامحهم لازم تسامحهم من كل قلبك سامحهم تعلم لك تسامح في قصص بقولها قصص طريفة ولكن حقيقية واحد يقول لك إزاي أسامح إزاي معدكش فكرة عن أبوي عمل إزاي دي أنا يا دوبة والد دي سيدة بتحكي لي دي أنا يا دوبة والد أول ما شافوني يا دوبة ده تفهم والدي بصيلي قال لي ده أنت كان يومس وديو ما جيتي في الدنيا ده أنا منتشعب 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 وأنا عملت حصال لي مصايب أول أسبوع روحت من الكعب للكسر الكسر ترقبتي تاني أسبوع ترفت ده أنت يعطي نحس في حياتي وإيك تخيل ساموني إيه مساميني هدية يعني يقولك هدية في البلاوي وعمليني يكلوني كلام كده ولكن الغرض من كده اللي أحنا ما يجي فكر فيها الأب والأم قدونا كل اللي إقداروا عليه معرفوش أكتر من كده ما هوش متخصصين في طلبية الأطفال لكن تعبوا وصرفوا وقاموا بالليل وعملوا كله عشان كده مهما عملوا سامح بابا وماما سامحهم تماما سامحهم من قلبك مهما عصل منهم أنا مسامحهم من قلبي وبعقلي اللي اتنين لازم يوافقوا مسامحهم تماما دلوقت سامح أولادك لو عندك أولاد سامح أولادك لأن أولادك يا ما عملوا يا ما هزهوا كرمتك طبعا يعرفي بوازه الدنيا تبوس لأي الأوضة مقلوبة ما يذكروش ما يعرفش لأنه هو بتعلم كل حاجة بنسباله تعليم كل حاجة بنسباله إنجاز فبيتعلم منك ما تعودش تأخذ عليه ولا تبوس لأي تزقه ولا تضرابه ولا تبوس لأي تزعل منه ولا تخصمه لا سامح أولادك تعرفين من خصص الطريفة ودي خصصة حقيقة في راجل راح المستشفى لأنه وداله الاثنين كانوا مزدودين وداله الاثنين مزدودين مش عارف مش تامع وحاسح هتخلق خلاص ففي المستشفى عملوله يعني عملوله عملية لأوا هنا في حاجة اسمها كريزي جلو لو صنف من أصناف السامغ قوي جدا سادت ودنه الاثنين فبعد ما طلعوه نضفوه الدكتور بيقول له يا رجل انت حاجة وربعين سنة يعني ازاي تحط حاجة كده في ودنك مش عارف ده ممكن يموتك قال له شوفها دكتور أنا عندي عين عنده وربع سنين شافني نايم لأخر من أنا سدهم لبابا فبص ازاي فيقول لك ما يعرفش فقال له طبعا ما هي عندي طفل عنده وربع سنين شبدا فبص اتلاقي يعني ولادك أنا مثلا نانسي بنتي نانسي خدت قطن القطن الزغار ده وبصباح الزغار ده كان الاثنين يعني نانسي ونرمين ربنا سبحانه وتعالى ادنا توقم وخدت القطن الزغار وقعدت تحشي منخير اختها وتحشيها وتحشيها وشافة لسه جوه فبتحشي اكتر وتحشي اكتر لغاية مخانايتها خدناها جاري المستشفو طلعناها وبعدين عمالين يطلع 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 أكنه سحر عمال يطلع المنديل من جوه حد وطلع عمال في قطن وبعدين بقول ليه اللي عمالتش كده حبيبتي قلت لي ممكن نحطه جوه لسه فيه كمان ما تعرفش فسامح اولادك ممكن تخنوها سامح اولادك انا مرة كنت راجع من كنتم جير عام فوندو من الفنادق وانا راجع كان حماية لأرحمه كان بيجمع تحف فداني فازة فازة غالية جدا وانا راجع لأيتها في ايدي النانسي فبس طلع كده وعمل أفكر في كل العلم اللي أنا تعلمت عشان ما تكسرها وما سكيها في ايديها الاتنين اش معنى دي ما عندك حاجات تانية ويدوب أنا داخل وطبعا بابتسامة جميلة قال يعني مش واخد بالي وقال لها ازايك يا حبيبتي راح تفتح اديها قلت ليه هاي بابي راح راح تمكسورة بيتحتة بعد تفكر لقيت نفسي جري اللي جوايا بدأ يطلع التدقائي زي ما انا تعلمت من صغري زي ما انا تربيت وبهجم عليها عشان اخنوها دمس تلاقي وبعدين لقيت قلت لا مش معاول ايه اللي أنا بعمله ده انا متعلمتش حاجة وبعدين لقيت صوت بيجوا جوايا بيقول لي هو مين بالنسبة لك أهم بنتك ولا الفعزة لقيت صوت بيقول لي الفعزة طبعا طبعا ده ده مش حقيه فطبعا سامح أولادك وتحبهم من قلبك بعدين سامح أخواتك سامح أخواتك لازم سامح أخواتك في خصة جميلة جدا عن أخين اللي اتنين ماشيين في الصحراء وبعدين هوا ماشيين في الصحراء اتنين اختلفوا فالأخ كبير راح ضارب أخوه بالألم فالأخ سغير راح قاعد وراح كاتب على الرملة أخوي الكبير ضربني بالألم اليوم وما ماشيين عشانين جدا لقوا واحة فالأخ صغير راح رامي نفسه في الواحة عشان ينظف نفسه وعشان يشرب كانت عميقة شوية فكان بيغلق لمعرفش عوم فلحصل بعد كده الأخ الكبير على طول راح رامي نفسه في المياه على طول عشان ينقذ أخوه ولما أنقذه راح الأخ الصغير راح كاتب على الصخر أخوي الكبير أنقذ حياتي النهاردة فالأخ كبير قال له قل لي لما ضربتك بالألم كتبتها على الرمل ولما أنقذت حياتك كتبتها على الصخر إيه السبب قال له عشان لما أخوي الكبير يضربني بالألم أكتبها على الرمال عشان الرياح تاخدها وتختفي تماما من حياتي لكن لما أخوي الكبير ينقذ حياتي أكتبها على الصخر عشان تبقى منحوتها في قلبي منسهاش إطلاقا طول ما نعايش فالبصة تلاقي باستمرار إخواتك هما يعني سامح إخواتك نتكلم أناس كثير جدا مزعنيين من بعض لازم تسامح لازم تسامح أخواتك لازم تسامح أخواتك فسامح ماما وبابا سامح أولادك سامح أخواتك سامح صحابك سامح صحابك سامح الماضي إخلص أول بأول يا ما حلتلاقي ناس كنتوا كويسين جدا مع بعض وقد أفكأت تقلبوا عليك تقلبوا عليك من وجهة نظرهم ما انتش عارف تقلب عليك ليه ما انتش عارف انت ده shots تحبون جدا هم بيحبوك جدا وكنتوا يعني ماشيون كويس جدا مع بعض وبعدين فجأة لاتهم اختفوا سامحهم سامحهم لان هم عندهم ادراك معين عن حاجات وانت عندك ادراك معين عن حاجات وانتوا قررت ان تختلفوا خلاص كل واحد راح لحاله ادعي لهم ربنا يهديهم ويهديك انت كمان ويصلح حالهم ويصلح حالك وسمحهم وتخلص اول باول سامح الناس خلاص عملت شغلك عملت كل شغلك دلوقتي بقى ممكن تتاجه لله سبحانه وتعالى وتقوله يا رب انا عملت كل اللي اقدر عليه سامحت كل الدنيا سامحني تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقولك شوف انت عملت اللي عليك ان الله لا ادى الله ليديو اقرم ان احسن عمله انت اتعب وسمحت وديم السهلة فتلاقي الله سبحانه وتعالى يسمحك عشان كده هذه قوة التسامح في منطهى الروعة مش ممكن اطلاقا تبقى متزم في الحياة وتوصل للقوة الذاتية وتوصل للشفافية قل لما تعرف زيتي سامح وإلا هتلاقي نفسك شغيلها على كتافك زي ما فيه اتنين بنسميهم اللي هما الحكماء الصينيين ماشيين بيتماشي في بلد مليان عربيات وسهراته بتاع وفجأة لقوا في وسط الطريق فيه ستة كبيرة مش عارفة تعدي السهرات هتخبطها راح اقعد منهم جاري راح راح لها ورح اخذها ورح شغيلها على كتافه والتاني راح واقف السكة شغل على كتافه ورح معاديها لبر الأمان في النحاة الثانية بعدها بتلت ساعة الراجل التاني لو هو الحكيم التاني قال له اسمع اللي احنا عملنا كويس بس انت ما كانش لازم تشغيلها على كتافك فالحكيم الاولاني بصيره بابتسامة بسيطة وقال له بسانة نزلتها من تلت ساعة انت لسه شغيلها ففيه ناس تعد تبقى شايلة جواها مش عارف بيبقى شايل جواها مش عارف ليه عشان كده لازم اول باول لازم تريح نفسك لازم تشغيل لجواك لازم توصل لمرحلة توصل للروعة الداخلية دلوقتي عشان انت وصلت شوف وصلنا لايه وصلت وصلت من للإدراك وصلت للتفكير وصلت للتركيز وصلت للأحاسيس وصلت للقوتين اللي هو السعادة والألم وبعدين وصلت للروابط الزهنية وصلت لإعتقادات الشخصية وصلت للثقة في النفس وصلت للأهداف وصلت للفعل ومن الفعل وصلت للتصميم وبعدين التفاول وبعدين أخيرا بدأت تفكر فقوة الطاقة الروحانية ومن أهم قوة الطاقة الروحانية حبك لله سبحانه وتعالى ثم بعد كده بتوصل لمرحلة أنك تقول لازم أتعلم أسامح لازم أعرف أسامح ولا ما عندهش طاقة روحانية مش هتمتع بكل ده الشخص ما عندهش طاقة روحانية لازم يحصل له مصيبة السبب شوف الناس الأغنية شوف الناس الممثلين ممثلين كبار جدا حقول لك حاجة واحدة زيادة ليدة وأنا أقول اسمها دلوقتي حتى بالعالم تولدت في مصر من أب وأم طرينا كتعيشة في شبرة هدفها أنها طول عمرها تسافر على فرنسا وتبقى من أقوى الناس في العالم حصل وحلمها تحقق وبعدين مشت كانت غنية جدا كانت شكلها كويس جدا عندها علاقات عندها كل شيء وبعدين فجأة نسمع أنها انتحرت إيه السبب لأنها بعدت عن الخط الروحاني بعدت عن الخط الروحاني بعدت عن التزهن الروحاني بعدت عن الله سبحانه وتعالى فتبصنا نفسها لما بعدت ضاعت ضاعت في الدنيا وبعدين دخلت في الحقد والغل والاكتئاب 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 قالت لك لا أنا أحسن أخرج من الدنيا دي وانتحرت غيرها وغيرها وغيرها ألبس بريسلي الناس يعني فيها عرف كتير جدا الناس يكونوا عندهم كل شيء ولكن بعد عن الخط الروحاني فإذا كانتش ترعب تسامح هتلاقي نفسك شايل على كتافك طاقة سلبية جمدة جدا أجل أنك شايل جبل على كتافك عشان تقدر تحق أهدافك وتعيش أحلامك فعلا وتوصل للقوة الذاتية بكل روعتها وتحطها في الفعل وتوصل للشفافية اللي نفسك فيها لازم تربي هذه العضلة اللي اسمها عضلة التسامح وتوصل إلى النهاردة وتعرف إزاي فعلا أنك تسامح عشان كده مهما أقولت لك مش هكون كفاية أن ربنا يقدرك اللي أنا عارف تسامح مش سهل ساعات لأنك ساعات ممكن تقول أنا سمحت الشخص وبعدين لما تفكر لأحسيزك تانية مشتعلة عشان كده لازم القلب والعقل اللي اتنين يوافقه عشان كده فكر في الشخص فكر في الدرس اللي تعلمته وبعدين خش في استرخاء عشان ما تحكمش وبعدين استدعي الشخص وسمحه لو عايز تكلمه وسمحه عايز تبعط الجواب وسمحه بطاقة إيجابية وبروعة داخلية وبشفافية توصلك للسعادة التامة في حياتك عشان كده باستمرار أنا بحب أختم بديه عيش كل لحظة أكد أنها آخر لحظة في حياتك عيش بالإيمان عيش بحبك لله سبحانه وتعالى ثم عيش بتطبع بإخلال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين عارف وانت بتعمل كده عيش بتسامح نمي هذه العرضة تسامح عيش بتسامح وعيش بالكفاح وأقدر قيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته